قمم عربية عدة شهدتها العواصم العربية منذ تأسيس جامعة الدول العربية في عام 1945 أولى هذه القمم عقدت في مايو من عام 1946 في محافظة الإسكندرية بمصر حيث دعا إليها الملك فاروق وطالبت بوقف الهجرة اليهودية وتحقيق استقلال فلسطين وفي نوفمبر من عام 1956 دعا الرئيس اللبناني حينها كميل شمعون إلى قمة أكدت على دعم مصر في مواجهة العدوان الثلاثي وعبرت عن دعمها أيضا لنضال الشعب الجزائري ضد الاحتلال الفرنسي وعقب نكسة عام 1967 استضاف السودان قمة عربية في شهر أغسطس من نفس العام جددت أهمية وحدة الصف العربي وعرفت بقمة اللاءات الثلاث إذ تبنت شعارات لا صلح ولا مفاوضات ولا اعتراف بإسرائيل وفي نوفمبر من عام 1973 أكدت القمة التي عقدت بالجزائر على ضرورة تحرير كل الأراضي التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 1967 وقررت الاستمرار في استخدام النفط سلاحا في حرب عام 1973 وبعد ذلك بعام احتضنت العاصمة المغربية الرباط قمة اعتمد خلالها القادة العرب منظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الفلسطيني وفي نوفمبر من عام 1978 أكد القادة العرب في قمتهم ببغداد دعمهم لمنظمة التحرير وأقروا عدم الموافقة على اتفاقية كامب ديفيد الموقعة بين مصر وإسرائيل وبعد أسبوع من اندلاع الحرب العراقية الكويتية احتضنت القاهرة قمة استثنائية في شهر أغسطس من عام 1990 أدانت الغزوة العراقية للكويت وطالبت بانسحاب القوات العراقية وفي قمة مارس عام 2002 التي عقدت في بيروت أقرت القمة مبادرة السلام التي اقترحها ولي العهد السعودي حينها الأمير عبد الله بن عبد العزيز والتي تعرض على إسرائيل انسحابا كاملا من الأراضي التي احتلتها في عام 1967 1967 مقابل سلام شامل وتطبيع في العلاقات مع الدول الأعضاء في الجامعة العربية وعقب ذلك بعام اتفق القادة العرب في قمتهم بشرم الشيخ على الرفض المطلق لاستهداف العراق وضرورة حل الأزمة العراقية بالطرق السلمية وفي مارس من عام 2017 في الأردن أبدى القادة العرب استعدادهم لتحقيق مصالحة تاريخية مع إسرائيل مقابل انسحابها من الأراضي التي احتلتها في عام 1967 وطالبوا دول العالم بعدم نقل سفاراتها إلى القدس أو الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل وفي أبريل من العام التالي بالسعودية أعلنت القمة رفضها لكل الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب وأكدت عدم شرعية الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل وفي قمة مارس عام 2019 في تونس أعلن بيانها الختامي عن رفض القرار الأمريكي بشأن سيادة إسرائيل على الجولان مطالبين بإنهاء مبدأ الأرض مقابل السلام